أما إسرائيل فقد التزمت الصمتة ولم تتبنى عملية تفجير أجهزة الاتصال البيجرز وفيما تلقى الوزراء تعليمات بأن لا يطلقوا أي تصريحات أفيد بأن القيادة الإسرائيلية اتخذت إجراءات احتياطية تحسبا لرد غير تقليدي من الحزب اللبناني وقد كشفت مصادر عسكرية عن أن الجنود والضباط في جيش الإسرائيلي قد تلقوا الأمر الرقم الثمانية الذي يلزمهم الحضور إلى القواعد العسكرية فيما فرضت إجراءات تأهب غير عادية يتم من خلالها إنعاش أوامر الاحتياط وإعداد الملاجئ وأكدت مصادر أمنية والسياسية أن نتنياهو قد جمد قراره إقالة وزير الدفاع يواف جالانت حيث توجها لقادة الجيش وأركان الحرب لمتابعة الوضع الراهن وكيفية الرد على حزب الله في حال قرر أن ينفذ هجوما كبيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر